بس خلينا نتكلم عن مباراة الأهلي يعني خلينا نتكلم على إن شاء الله اللقاء المرتقب ما بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثة إن شاء الله بعض الصعوبات مش هسميها صعوبات خلينا نتكلم إن في بعض التحديات بعض التحديات للنادي الأهلي في المباراة دي في اعتقادي أولها بدأ قبل مباراة الأهلي والمريخ بفوز سيمبا التنزاني على فيتا كلب وكانت مفاجأة خلينا نتكلم كلها كانت مفاجأة أنه فريق بيكسب بره أرضه عارفين فيتا كلاب من الفرق المخضرمة في البطولة الأفريقية لكن خلينا نقول للسيمبا كمان التنزاني خلال السنوات اللي فاتت عنده طفرة إلى حد ما طفرة إيجابية على مستوى الأداء بدليل طبعا فوزه على فيتا كلاب كمان خلينا نقول أن المجموعة دي اشتعلت من الأول النادي الأهلي الحمد لله التحدي الأولاني أمام المريخ وكسب 3-0 بنتيجة وأداء أكتر من رائع التحدي الثاني في النادي الأهلي هناك في تنزانيا على مستوى طموحات اللعيبة على مستوى طموحات الجماهير سيمبا التنزاني وخاصة انتعار فاسهم هيبقى فيه حضور جماهير كبير جدا أكتر من 40-50 ألف متفرد ده تحدي صح؟ ده تحدي بالنسبة للنادي الأهلي تحدي مش هقول تحدي سلبي يعني ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي حسب ظروف المباراة لكن على المستوى على مستوى كورت القدم أعتقد مستوى إيجابي لأن اللعيب دايما وخاصة الفرق الكبيرة واللعيبة الكبيرة تحب تلعب أمام جماهير الجزء الثالث اللي حاب أتكلم فيه من تحديات النادي الأهلي في المباراة دي حسب إن شاء الله المجموعة بشكل كبير إن شاء الله فوزنا خلاص بنحط يعني رجل خلاص فيه دوري التمانية لكن على مستوى التحدي الآخر المباراة هتتلعها بالساعة ثلاثة ترجمة نانسي قنقر